اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المقدرة والمهارات والمواهب رجاء اتماء الرجاء سنتعلم يعني هنا استطاعة قول القدرات والاستطاعات والرجاء كيف يتم الرجاء وتكلف اتماء العرض عندما تعرض شيء تكلف اتماء يعني تهمين اتماء وسنأخذ التخمين تهمنتنا وايضا يوجد عندنا يتار للكفيله يتار للكفيله فعل الكفاية فعل الكفاية اي القبيل والقبيل سنشرحوها بعض قليل الفانكسيون هو المرادف له بالمعنى هو الاشلاف في اللغة التركية الاشلاف يعني العوامل يعني عوامل فعل الكفاية يعني شو بفيد يتار للك فيلنين فونكسيونلار عواملو شو بفيد يعني رح ناخد زارف فيلار زارف الفعل رح يكون عنا قاعدة كمان ايضا اب و مدان كلمالار الكلمات ستكون هنا يتنك لار القنا القدرات او المهارة والمواهب ليتنك إيلان لار الإعلانات إيلان إعلان نلار يابا بلرسنز شوفوا لياب اجتاء بلير سنز هناك ماذا باستطاعتكم فعله يعني شو بتقدر بتساوي يعني ما هي استطاعتك ما هي قدرتك يعني ماذا تستطيع أن تفعل نلار يابا بلرسنز وايضا شو بيطلع بإيدك يعني كمان وهي قاعدتنا هون ابيل و ابيل من جيب الفعل اصدقائي من جيب الفعل شو بنعمل نهط مثلا اوكو زائد إذا بده صوتي مع صوتي بنحط حرف الياء اوكويا بيل اير ايم إذا قلت اوكويا بيل اير ايم هون شو بتصير استطيع أن أقرأ يعني فيني أقرأ اوكو يعني فعل زائد جبت الفعل جزر الفعل اذا منتهي بصوتي كالعادي بنحط حرف الياء هون ومن ثم بنحط ابيل او ابيل حسب التناسق الصوتي فصارت اوكيابيل مع بعضا انا حطت زائد هون اوكيابيل شوفو مسحنا القوس هون اوكيابيل طبعا الابيل والابيل معنا معناه إلا ضمن الجملة وحطينا الزمن اللي هو يجني الزمن مثلا هون تيجي كل الأزمنة اوكيابيلير ومن ثم من ثم حطينا شو لاحقة الشخصية هنا لاحقة الشخصية فشو صارت اوكيابيلير استطيع أن أقرأ وإذا حطيت السين هون شو بصير اوكيابيلير سين تستطيع أن أقرأ يعني بدل الام إذا حطيت السين تستطيع أن تقرأ إذن شغلتنا الاستطاعة هي أما للأو مثلا بن اوكيابيلير قلنا سان اوكيابيلير سين بدل الام هون الأو بتضل شو اوكيابيلير اوكيابيلير ما بيجي لواحق البيز اوكيابيلير يعني نستطيع أن نقرأ سيز اوكيابيلير بيجي 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 يعني يجي تستطيعون أن تقرؤون أو يجي بيجي لأ او لار. او شمدي شوفو هون كله ابلرم ابلرم يعني هاي استطيع. وبمقدرت بمقدرت ايضا معناتها. شو بتقدرو بتساوو اي شو بيطلع بايدكن. يتنكلار قن القدرات او المهارات. هكذا. قسم ال ا اوني تعالت. شوفو الكوش هون اصدقائي. فعنا هو كوش. شو وضعنا هون. شو وضعنا للكوش. فعل الكوش. وضعنا له ابيل. ابيل. شوفو جبنا الابيل هون. ورد حط شو. ال اي والر يعني القنيس زمان. ورد حط ال اي. فاستطيع ان اركض. استطيع ان اركض. اما بالنفي. اما بالنفي. شو بتصير هاي. من الممكن ان لا اذهب. اي ممكن ما روح. كتما يبالرم. كتما يبالرم. نفيه بتصير شو. احتمال. نفيه. اي ممكن ما روح. من الممكن ان لا استطيع الذهاب. معناته. الا بلرميسين. ال ابلرميسين. الابلرميسين. 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 هل تستطيع ان تأخذ. اين بتقدر ابتأخذ. كونشamaz ميسين. الا تستطيع الكلام. سنأخذ الا ايضان. هل تستطيع أن تستخدم الكمبيوتر؟ يعني فيك يعني بطلع بإيدك Evet, kullanabilirim نعم أستطيع أن أستخدم الكمبيوتر Akşamları dışarı çıkamam Akşamları dışarı çıkamam Yani في المسأل لن أستطيع الخروج أيضا يوجد عندنا قاعدة سنأخذها أصدقاء فعل check مثلا check اخرج إذا وضعت check وضعت الما هاي نفي زمن الواسع checkamam لا أخرج يعني كلام قاطع checkamam ما فيها هنا ولكن ولكن إذا وضعت الآ فبتصير شو؟ لن أستطيع فهي الآ هي الاستطاعة checkamam نفي الاستطاعة checkamam لذا شلت هاي الحمرة حرف الأحمر يعني إذا وضعته هايك شلت هاي الآ لهون شو بتصير لن أخرج لن أخرج checkamam أما إذا وضعت الآ checkamam لن أستطيع أي فعل بتجيبو هايك checkamam 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 أي زمن بتحبو تجيبو هاي بتصير galam jim سنأخذهم هدول وهون بيجي a أو a مثلا إذا قلنا gal إذا قلنا gal تعال gal gal mam بتصير لا أأتي ما بيجي فإذا وضعته هنا شو قلنا بيجي هون a أو أو a a أو a فإذا قلت galam لن أستطيع صارت فإذا نكتبون بجنب بعضهم بدون الأحمر بتصير لن أأتي galam بالأحمر شو بتصير بالحرف آ أو آ لن أستطيع فهيلي عدم الاستطاع وبتجي مع كل الأزمنة أكشم لريد شري checkamam قال شوفوا ما check mam هي check آ بعدين mam لن أستطيع الخروج في المساء إلى الخارج يارن أكشم سيزاء قال أبي لرم قليبي لرم يارن أكشم سيزاء قليبي لرم هاي الجملة إذا قصدت فيها الاحتمال ممكن إجي بتصير وإذا أنا فيني إجي بقدر بجي كمان بتصير يعني هي تأتي بمعنى التخمين وتأتي بمعنى الاستطاع أستطيع أن أأتي أو ممكن أن أأتي هزر لك تشالش مص أشهدك رسم رسم لار لجم لري أش لش لنوصل هذه الصور مع الجمل أو الجمل مع الصور الآن عربة كُلَّنَ بِلِرِمْ عربة شوفوا كُلَّن حط الله أبِلِرِمْ أبِلِرِمْ يعني أستطيع قيادة السيّارة نارد arkadaşlar 12 عربة كُلَّنَ بِلِرِمْ أستطيع أن أقود السيّارة أتا بِنِبِلِرِمْ أتا بِنِبِلِرِمْ أستطيع الرقوب إلى الخيل شوفوا هونال استطاع موضوانا بير نكتب رقم واحد پيانو çalabilirim پيانو çalabilirim شوفوا 3 numara burada پيانو أستطيع أن أزوف على البيانو شارك söyleyebilirim أستطيع الغيناء 5 numara nerede burada حلتون سرع عشان ميحضون وقت نه يوز بِلِرِمْ أستطيع أن أن اسبح 6 يوز بِلِرِمْ فِنِي اسبح تَخِيط تَخِيط خياط يعني أستطيع أن أخيط معنى ديكش دikebilirim ديكش دikebilirim burada bir kadın ديكش ديكيور شوفوا تخيط اليمراء هنا قالت ديكش دikebilirim أستطيع أن أخيط يمك pişirebilirim أستطيع أن اطه أستطيع أن أخيط ديكش 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 بتصير احتمال مثلا اذا قلت فصارت احتمال فإذا في ممكن تصير احتمال ولكن موضوعنا هون الاستطاعة يعني عنكم شغلة هون اذا قصدت الاستطاعة استطاعة واذا قصدت التخمين ممكن ساوي ممكن كذا يعني يعني عطي احتمال احتمال لنقول من التخمين احتمال ساوي هيك احتمال ساوي هيك بكون اصح ساقلنا احتمال اوهت ارخداشل شمد بردان يوار ايش ايلان ايش ايلان يعني اعلان العمل اي ال اعلان عن العمل يوجد اسراء ويوجد سكرتار ويوجد هنا جام بي اوهت ارخداشل اسراء اي جنر طابت ايامكم اي جنر قالت طابت ايامكم بن اسراء شارك size özgeçmişimi gönderdim قالت انا اسراء شارك لقد ارسلت لكم سير الزتي يلي اي ارسلت لكم يهان ارسلت لكم سير الزتي يلي يعني 2 saat 2'de saat 2'de halkla ilişkiler müdürü Sadi Bey ile görüşmek için رانديولاشتك فإذا قالت رانديولاشتك وعدنا مشان نلتقي مع السيد المدير او السيد المدير اللي مسؤول في علاقات العامة halkla ilişkiler müdürü مدür العلاقات العامة شوفوا مدر مدر العلاقات العامة كندسيلا görüşebilir ميم قالت كندسيلا görüşebilir ميم هل استطيع ان اقابله ممكن شوفوا يعني سكرتر تجيب هنا مدرمز براز مشغول قالت مدرمز براز مشغول اذا مديرنا مجغول قليلا شوي مجغول يعني براز بكليب بلرمز حضرتك ممكن تنتظري شوي هل تستطيعين أن تنتظري قليلا حضرتك مدر yardımcımıza haber vereيم لأعطي خبر لأخبر مساعد المدير قالت هنا قالت حقل الاشكراع مدر انتبهو هون قالت مدر yardımcımıza haber vereيم لأخبر مساعد المدير فإذا في اسئلة بعد شوهي اسرا تقول تشكر ederim تشكر ederim أشكر كي problem değil ليس مشكل مدر yardımcısı ile de görüş مدر yardımcısı ile de görüş ادهن أيضا يعني Cihan بي اسرا hanım geldi قالت الو Cihan بي اسرا hanım geldi قالت الو Cihan بي لقد اتت اسرا hanım yanımda bekliyor تنتظر مجانبي yani جانبي وقف انتنتظر kendisiyle görüşebilir misiniz kendisiyle görüşebilir misiniz yani قصدامع اسرا هل تستطيع انتو قابلوها حضرتك yani مسiniz هون لحضرتك tamam اسرا hanım Cihan بي sizi bekliyor قالت السكرتير حسنا اسرا hanım جانبي ينتظر ك içeri girebilirsiniz تستطيع ان تدخلين الى الداخل yani فك تدخل الى الداخل جانبي hoş geldiniz اسرا hanım buyurun oturun قال اهلا بك yani اهلا وسهلا بك اسرا hanım تفضلي buyurun تفضلي iclisi ونقول buyur ايدان مثلا buyurun اسرا تقول teşekkür ederim hoş bulduk efendim قالت اشكرك الهوش bulduk هي الهوش geldin زقالة اهلا وسهلا بالجواب hoş bulduk yani ايدان هذا جواب الهوش geldin hoş bulduk cihan bey يقول size ben yardımcı olacağım انا سأساعدك 3 öz geçmişinizi okudum اسرا hanım الهوش الهوش مش قول السير الزتي يسي يعني قال لقد قرأت السير الزتي يالتي لك يعني sizin gibi almancası iyi sizin gibi almancası iyi deneyimli birine çok ihtiyacımız var sizin gibi almancası iyi deneyimli birine çok ihtiyacımız var نحتاج شوف اهتياج مظهر نحتاج كثيرا لشخص يعرف اللغة الالمانية وزو تجربة مثل حضرتك yani المانيا دا ekonomi okudunuz değil مي قال درستي لقد درستي ال ekonomi هو يعني الاقتصاد ال ekonomi لقد درستي الاقتصاد في المانيا ليس كذلك değil مي ليس كذلك يعني مهك evet şöyle yapalım قالت اسرع evet uzun يلار المانيا دا yaşadım uzun يلار المانيا دا yaşadım نعم لقد عشتو سنين طويلة في المانيا امورسيتي دا orada بتردك دن sonra وبعد ان انهيت الدرستي جامع هناك 6 yıl bir bankada çalıştım عملتو 6 سنين في مسر في bank 4 yıldır çalış مي يوم قالت ومنذ 4 سنين لا اعمل يعني صرلي 4 سنين معم اشتغل جيهان انا چون اشم و اشم حالا حالا الفظهك حالا المانيا دا قالت غدن ساعد تهبو الى المانيا لأن زوجي و بنتي مزالو في المانيا الثنين و مرفو عother ومن ثم سنعود أنا و بنتي و زوجي إلى تركيا يعني 15-20 gün sonra işe başlayabilirim يعني أستطيع للعمل بعد 15 يوم أو 20 يوم يعني بين 15 يوم و 20 يوم رحباليش Cihan Bey önemli değil bir Alman firmasıyla yeni bir sözleşme imzalayacağız قال Cihan Bey ليس بمهم يعني مهم yeni bir Alman firmasıyla yeni bir sözleşme imzalayacağız سنوقع على عقد جديد مع شركة المانية الفرمة هي شركة ولكن بشكل عام تكون أصغر من الشركة ولكن شركة أيضا يعني ممكن تكون كبيرا الماني yöneticiler önümüzdeki ay gelecekler الماني yöneticiler المسؤولين يعني الألمان سيأتون في الشهر المقبل سيأتون و سيبقونا 15 يوما رح يجو اليونetici بتصير أيضا من القائد وبتصير أيضا المسؤول يعني قصدون المسؤولين الألمان اللي بالشركة سيأتوا في الشهر المقبل المسؤولين الألمان يعني اللي أمامنا في الشهر اللي أمامنا أي الشهر المقبل سيأتون و سيأتون و سيبقونا 15 يوما كيف بديتني شرح سيما أن Cihan Bey onlara شرحت المقبل onlara شرحتميز hakkında bilgi vereceksiniz ستواتنا معلومات عن شركتنا sözleşmenin şartlarını açıklayacaksınız و ستشرحين لهم شرح açıklamak ستشرحين شرط العقد sözleşme sözleşmenin şartları مدافليه yani boş zamanlarında onlara boş zamanlarında onlara İstanbul'u gezdireceksiniz onlara İstanbul'u gezdireceksiniz وَاوِي اَوْقَاتِ الْفَرَغْ لَهُمْ اَنْدَهُمْ yani سَتُجَوِّلُونَ تُجَوِّلِينَهُمْ اَيْبِدَكِ الدَّوْرِيهُمْ بِسْطَنْبُول yani toplantılarda daima müdürümüzün yanında olacaksınız toplantılarda في الاجتماعات yani دَئِمَا سَتَكُونِينَ عَلَى جَانِبَ الْمُدِيرُنَ toplantılarda daima yani hep yani sürekli toplantılar geç saatlere kadar sürebilir قَلْمِنَ الْمُمْكِنَ اَنْ تَطُولُ الْاجتِمَعَاتِ اِلَى سَاَتْ بُتَأَخِّرَ toplantılar geç saatlere kadar sürebilir esra önemli değil قَلَتْ لَيْسَ بُمْهِمْ annem dört gözle torununu bekliyor قَلَتْ اُمْمِ تَنْتَزِرُوا حَفِيدَتُهَا بِيشْتِيَاقْ شَدِيدِ yani dört gözle اربع عَيُونَ مَتْتَ تَرْجَمْهَكْ yani بِشَغَفْ فِنَنْكُولِ yani dört gözle bekliyor نَطِرْتَ بِحَسْرَ yani جِهَنْ بَي نَكَدَرْ جَزَلْ قَلْ رَأَى جَدًّا بِمَعْنَا كَمْ هُوَ جَمِيلْ اَيْ جَمِيلْ جِدَّا Esra ben şimdi gidebilir miyim قَالَتْ هَلْ أَسْتَتِيَنْ أَزْهَبْ اَنَا الْأَنْ 20 gün sonra döneceğim سَأَعُودُ بَعْدَ عِشْرُونَ يَوْمًا Cihan Bey nasıl isterseniz Esra Hanım yani كَمَا تَشَائِين yani مِتِلْ مَبَدِّكْ Esra Hanım tanıştığımıza çok memnun oldum tanıştığımıza çok memnun oldum سُرِرْتُ بِمَعْرِفَتُكِ كَثِيرًا اِيْ جُنْ لَرْ تَابَتْ اَيَّمُكِ Esra cevap verdi cevap et ben de قَالَتْ وَاَنَا اَيْدًا سُرِرْتُ اِيْ جُنْ لَرْ تَابَتْ اَيَّمُكَ Evet arkadaşlar لَتن سُتَرْجَمْنَا الْأَنْ يُجَدْ اسِلَى هُنَ Evet şimdi aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım لِنُجِبُ عَلَى الْأَسْئِلَ حَسَبَ النَّاسِ مَذَا قَالْ هُنَا 1. Esra hanım kiminle görüşüyor niçin قَالَ Esra hanım معَ من تَلْتَقِ yani تَتَكَلَّم تَلْتَقِ afu an وَلِمَاذَ Esra hanım kiminle görüşüyor niçin بِقَصْدُ görüştü yani معَ من التَقِت yani قُلِش evet neden el-cevab iş ilanı için لماذا قَال Esra hanım kiminle görüşüyor niçin نَقُول iş ilanı için müdür yardımcısı Cihan Bey ile görüşüyor au müdür yardımcısı Cihan Bey ile görüşüyor iş ilanı için yani iş ilanı için فِرَن حَتَّ بِا أَخَرَ جُمْلَ كَمَان وَفِرَنَ اِكْتَوْبِك yani من أجل اعلان العمل التقد مع من مع مساعد المدير وليس مع المدير كما قلنا كانت هي قد تكلمت شو مع المدير ولكن من قابلت هون müdür yardımcısı halkla ilişkiler müdür Sadi Bey değil yani قالت müdür yardımcımıza haber vereyim ومن ثم قالت görüşebilirim هون فإذن escevab من أجل اعلان العمل مع مساعد müdür yardımcısı مع مساعد المدير Cihan Bey evet 2 2 شركت esra hanımı işe alıyor mu هذه الشركة تأخذوا بمعنى أخذت esra hanım للعمل أي هل قابلت ها شما قول أخذت أولا لأ طبي ki aldı نكتوب evet alıyor أو aldı لأن قال 20 gün sonra döneceğim سعود بعد 20 يوم قال يعني أستطيع عمل كما ترجم 3 Esra hanım neden hemen işe başlamıyor لماذا لن تبدأ Esra hanım للعمل مباشرة لش Esra hanım ما beleشت للعمل neden başlamıyor arkadaşlar اتفكروا معي لماذا لن تبدأ للعمل مباشرة ال جواب الثالث çünkü نقول لأن أزها لأن هو نحن نقول سعود اشتركوا في القناة Şimdi bu cevap 3 Dördüncü cevap Esra hanım geç saatlere kadar çalışabilir mi? يعني هل تستطيع Esra hanım أن تعمل حتى ساعة متأخرة Esra hanım geç saatlere kadar çalışabilir mi? Cevap evet نعم تستطيع أن تعمل Çünkü لأن kızına anna annesi bakacak لأنها ستعتني بابنتها من bakacak يعني ستعتني ilgilenecek يعني من جدتها أم أما يعني 6 5 Esra hanım fakülteyi kaç yıl önce bitirmiş? قبل كم سنة Esra hanım أنهت الفakülte وهذا سؤال مهم حاولوا تجاوبوا أنتوا في هون النص عم بيحاول يعني يغلطكم بالسؤال أو يجعلكم أنتوا بوا أكتر أبت كم سنة صلى Esra hanım خلص الفakülte الكلية يعني لنرى قالت هنا انورسيتي أردا بتردك ثم بعد أن أنهيت الجامعة في المانيا يعني قد عشت في المانيا وبعد أن أنهيت هناك الجامعة بتردك ثم 6 yıl بر بانق دا چلشتم عملت 6 سنين في ما في مسرف يعني بي بانق هون صار 6 6 شوفوا وبعد 4 يل در چلش ميور ومنذ 4 سنين لن أعمل فإذن هي منذ 10 سنين قبل 10 سنين هي خلصت الجامعة الكلية يعني تخرجت من الكلية شمدي أشار دا جملة دور يصد ينش يصي يظلم لنكتب جملة صح أو غلط 1 أسرى مدر لقد التقت أسرى مع المدير هل هو صح الجواب غلط لأن أسرى مع مساعد المدير التقت ماذا قال مدير yardımcımız مدير yardımcısı ile de görüşebilir قال أيضا التقي مع مساعد المدير فإذن cevاب غلط كان yanlış 2 أسرى المانيا يدن لأن أسرى أسرى يارم 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 يعني نصف شغل لازم تساوي ما ساوت يعني ما قامت بعملها كله بل نصفه اسرى hanım المانيا dönecek ستاوت لأن عملها بقي نصفا هناك ما أكملت الذي تريد أن تقوم به يعني فجواب صح cevاب قبل قليل Çünkü المانيا gidecek Çünkü kızı eşi المانيا دع eşyalarını toplayacak evlerini kiraya verecek وما شابه Şimdi اسرى kızına anne annesi bakacak ستاوت ني بنت اسرى جدد أم أم صح 4 اسرى uzun yıllar bir finans şirketinde çalış مص فل فل شر شر وليس شر شر تمويل بل ماذا قالت هي 6 yıl bir bankada çalıştım بل banka yani مصرف وليس مثل ما ذكر فإذن ماذا نكتوب yanlış هنا اسرى المان şirketi ile sözleşme imzalayacak اسرى ستواق وعق دن مع شرك المانيا ليس مع شرك المانيا بل في تور كأن المقصود شرك تور كي ستواق مع شرك المانيا وليس أي اسرى ستقدم العمل اين في شرك تور كي وليس المانيا فإذا جواب غلط ايت arkadaşlar هكذا قال سيز هنگي işlerde çalış بل انتو بأي اعمال تستطيعون انت عملون يعني انتو بأي شغل في كنت شغل نيشين اتشك لهم لماذا لنشرح لنشرح مثلا اذا قلتو hayvancılık يعني مهنت تربية الحيوانات كيون قد بلرم استطيع ان رعي يعني رعي الخواريف انك اتلط بلرم شفو الاطلط مق الرعية بطصير الخواريف شكيل وال ابقار شكيل انك اطلط بلرم ايضا استطيع عشق لقيم عمل الطبي كران كرم أره استطيع ان اعلم القرآن استطيع اقول öğretmen لك و ترجم يرغ مهن التدريس والترجمة اي بس كمان بتصير واحدة منهم ارتمن لك يا بابي درم بدون الفا والترجمة اللق او بالعكس اوات جلال كدشلال اصدقائي الاعزاء اليوم انتهى درسنا هون بتمنى تعيدوا الدرس بصوت عالي في البيت لا تنسوا انه دائما بقول بصوت عالي لانه اللفظ السريع اللفظ السليم هو يأتي هون ولا تنسوا انه هاي الوحدة راح تكون مهمة جدا 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 ان شاء الله نلتقي في الدرس القادم اصدقائي الاعزاء كندنزا اي باكن سيجي الاركادشلال الله ايمانة لا تنسوا تشاركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتدعمونا عشان نتفرغ لكم اكتر ان شاء الله في المستقبل